بسم الله الرحمن الرحيم في الوحدة السادسة نتحدث عن موضوع مختلف يسمى في البلاغة القصر والإيجاز وهما من موضوعات علم المعاني ولهما أسرار بلاغية جمة وغزيرة ونبدأها أولا بباب القصر في الدرس الأول نتحدث عن القصر والقصر في اللغة هو الحبس في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حور مقصورات في الخيام وفي الإصطلاح القصر هو إثبات الحكم للمذكور في الكلام ونفيه عما عداه أو هو تخصيص أمر بأمر بطريق محدود نوضح في الجدول الآتي طريقة القصر والمثال عليه وأيها المقصور وأيها المقصور عليه يأتي القصر أولا بالنفي والاستثناء ولتوضيح معنى القصر مثال على ذلك ما شجاع إلا علي فالنفي ما والاستثناء إلا هما على متى القصر في هذا المثال إذن أول طريقة من طرق القصر هما النفي والاستثناء وفي هذه الحالة يكون المقصور ما بعد ما والمقصور عليه ما بعد إلا المقصور هي الشجاعة ما شجاع والمقصور عليه ما بعد إلا وهناك طريقة ثانية للقصر تستخدم فيها إنما إنما أداة قصر في المثال إنما شجاع علي وهنا المقصور يأتي دائما بعد الأداة إنما والمقصور عليه هو الإسم الذي يليها أي كلمة علي إنما شجاع علي بمعنى قصرنا الشجاعة صفة الشجاعة على علي أما الأداة الثالثة من أدوات القصر هي العطف والعطف يأتي إما بالأداة لا أو بالأداة بل أو بالأداة لكن في الأداة الأداة لا هناك مثال علي شجاع لا خالد علي شجاع لا خالد فالشجاعة هنا مقصورة على خالد بمعنى أن المقصور هو ما بعد هو المسند في هذه الحالة ما قبل لا وما بعد لا هو المقصور عليه قصرنا صفة الشجاعة صفة على الموصوف خالد وأيضا العطف ببل يعطينا معنى القصر كما في ما خالد شجاع بل علي فالشجاعة هنا التي تأتي قبل الأداة هي الصفة المقصورة وعلي الذي هو بعد بل هو المقصور عليه إذن ما بعد الأداة ما بعد أداة العطف دائما هو المقصور عليه وما قبل أداة العطف هو المقصور ثم العطف بلكن في قولنا ما خالد شجاع لكن علي فهنا قصرنا صفة الشجاعة عن ما بعد الأداة وهو علي ونفيناها عن خالد إذن نستفيد من هذه الأمثلة الثلاثة التي يمثل فيها العطف أداة من أداة القصر أن الصفة التي هي المقصور تكون قبل أداة العطف والموصوف المقصور عليه يكون دائما بعد أداة العطف ومن أشهر طرق القصر أيضا تقديم ما حقه التأخير كقولنا بالشجاعة يفوز علي فبالشجاعة حقها أن تكون متأخرة يفوز علي بالشجاعة ولكن قدمناها هنا لحصر صفة الشجاعة على علي كما في قولنا ما شجاع إلا علي إذن هذا الجدول ألتميس منكم أبناء الطلاب أن تتقنوه حفظا وفهما فهو يسهل عليكم موضوع القصر وأمثلته وأداة القصر ومتى يكون المقصور وأين يكون ومتى يكون المقصور عليه وأين يكون وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر